لو عندك زجاجة فاضية وسكينة وكوبايتين دقيق يبقى لازم تعمل الوصفة دي بجد الوصفة دي هتعجبكو جدا انا صمر ودي كوناتي اتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما نزل الفيديو تتفرجوا عليه على طول وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو اول حاجة عندي هنا كوبايتين دقيق وهنزل عليهم بنص باكو من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر وغشة ملح وهنزل بقى بنص كوباية من اللبن الدافي هدف بقى نص اللبن بالتدريج لغاية ما العجينة تلم معي انا هنا حطيت بقيت نص كوباية اللبن احتاجت كمان ربع كوباية من اللبن كده خدت معي تلاتة اربع كوباية لبن مش اكتر من كده ايا كده بدأت تلم معي هدف لها بقى معلقتين كوباية من الزيت نصي ما شاء الله شكلها عجينة ناجحة جدا هقسمها بقى نصين واخلي كده نص ابيض زي ما هو والنص التاني هحط عليه معلقة من الكاكاو الخيم معلقة صغيرة بص شكلهم عندي هسيبهم بقى يخمروا في مكان دافي وبعدين نشوفهم بعد التخمير بعد التخمير انا قطعتهم بقى زي ما احنا شايفين كده هنقطع بقى العجينة البيضة حجم البرتقانة بالزبط والعجينة اللي بالشوكولاتة حجم اللمونة بصي ما شاء الله بكوبايتين دقيقة هتعميلي الكمية الحلوة دي انا هنا بقى خدت واحدة من السادة وهحط فيها كده واحدة من اللي بالشوكولاتة هدخلها بقى جواها كده وهكورها كويس جدا اهم حاجة نقفل عليها كويس جدا وهفرضها بقى زي ما انتو شايفين كده هنفرضها كده هتتفرض معي بمنتهى السرولة طبعا هنا عندي بقى الازازة ممكن تستعمليها كنشابة لو مش عندك نشابة تفرضي بالازازة هجيب بقى السكينة بتاعتي كده وهعمل فيها فتحات اهم حاجة الفتحات دي ما توصلش للآخر يعني الفتحات دي من فوق بس كده فطوط كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده وهناخدها بقى ونقفلها زي ما انا بقفلها كده بالزبط اهم حاجة نقفل عليها كويس جدا عشان بعد التخمير ما تفتحش معي الفكرة بقى هنا ان انت ممكن تهيب الازازة كده وتلف فيها حواليها وتقفلها برضو كويس جدا من الجنبين هتديكي الشكل ده بس شكلها هتحطي بقى في النص كده كريز او كرات من الشوكولاتة انا اللي عندي حطيته كان عندي كرات بالشوكولاتة كده حطيتها في النص طبعا لو كريز هتبقى لونها احسن وهدهن بقى وشها كده باللبن وهدخلها الفرن على درجة حرمتين واسبها بقى لغاية ما تستوي وبعدين هيتبقى الشواية في اخر دقيقة اتمنى بقى تجربوهم بطريقتي بجد طلعين تحفة جدا بص شكلهم طعموهم بجد هيعجبكم جدا وهيعجب الاولاد اتمنى بقى تحطوا لايك عشان الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم وتشتركوا في قناتي لو لسه بتشوفوني الاول مرة وتفعلوا الجرس عشان كل منازل فيديو تتفرجوا عليه على طول بجد فطير سهلة وبسيطة وهتمل البيت خير بكبايتين دي بس جربوهم بطريقتي واشوفكم في فيديو تاني بفكرة جديدة ان شاء الله